أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزيزي المشاهدين حنافي برضو وإيشه برضو عايزيني تكلم لأنه احنا بقلنا سنتين بنعاني الحقيقة من التحكيم في مصر خلال السنتين السابقتين أو الأخيرتين أكثر الأندية المتضررة من التحكيم في مصر هو النادي الأهلي النادي الأهلي على الأقل على ما أتذكر السنة اللي فاتت 14 نقطة أعتقد السنة اللي قبلها وكنا مع بعض يمكن كانوا 16 نقطة وبالتالي خسارة دوري أحد أهم أسباب وصارت النادي الأهلي للدوري العام المصري الموسم السابق والموسم قبل السابق أعتقد التحكيم من وجهة نظركم هل وجود كلاتنبرج على رئاسة لجنة التحكيم أو على رأس لجنة التحكيم هل من الممكن أن يكون له دور في التطوير خلينا نبقى منتفكين أن الأهلي على مدار الموسمين اللي فاتوا اللي فقط فيهم الدوري مش هنقول أنه هو السبب الرئيسي بس الأهلي بالفعل هو أكتر فريقة ظلم في الدوري من التحكيم أحد الأسباب الهمة الأغرب بزبط الأغرب أن الأهلي كلمة عيار خاص دايما عند الحكام كل حاجة يعني لو المعايير فيها مشاكل وفيها أخطاء بس المعايير واحدة على الكل فهنا تمام إحنا معترفين أنه في مشاكل فدي مشكلة التحكيم بس هي واحدة على الكل اللي بيحصل مع الأهلي بيحصل مع زمالك بيحصل مع بيت روجات بيحصل مع إنبي بيحصل مع الكل ولكن أما يكون فيه حاجات بتحصل مع النادي الأهلي ما بتحصلش مع انديها تانية أما يكون فيه فار ولأن مثلا بيطلع أحد الحكام يقول لك السلف فار كان شالي فيه شاء وحطت الكاتل بيشرب شاي فألا فيه مشاكل في التحكيم واضحة الأهلي بيتضرر منها ولو حتى الأندية الأخرى بتضرر منها ولكن أهلي أكثر ضررا الأهلي بينافس على الدوري الأهلي بظل أن الأندية الأخرى اللي بتنافس معاك بتاخد حقها كامل مكمل أنت بتتظلم في مطشو في 2 وفي 3 وفي 4 في ظل وجود الفار فلازم يكون فعلا فيه تطوير وفيه منظومة تطور منظومة التحكيم لأنه فيه مشاكل فيه مشاكل واضحة في التحكيم حتى في وجود الفار فيه فيه تأخير في القرارات وفيه قرارات بيكون لها معايير مختلفة من أندية الأخرى وفيه فيه مشاكل في التحكيم أتمنى أن نشوف الموسم اللي جاي بعض التطوير وبعض التحسين ولكن أنا مش متفائل بالموضوع بس ربنا يخيب ظن يعني يكون فيه تفاقل بكذا وأنا متفائل أنه مش يكون فيه فجور في الظلم في طلعات الأهلي أن هذا الأهلي كقعدة هو دايماً يتظلم يعني أنا ما عايش من الوقت ما بسجل أخطاء التحكمية مثلاً من موسم 14-15 لغاية دلوقتي الأهلي في كل موسم بيتظلم وبيتظلم أخطر بكتير جداً من المنافس اللي هو الزمالك أنا مش بكسف من ذكر الإسم يعني لأنه إحنا أنا بأتحدى بشكل واضح الناس بتقول عايزين ثلاث نقاط بس ماتش واحد اتظلم فيها الزمالك في الموسم الماضي مش هلت بتقول الأخطاء في كل تجهات ومش مقصودة طيب هلأ أخطاء تقول يا بقول ماتش واحد ثلاث نقاط مفيش الأخطاء كل مرة ضد الأهلي وأنا طبعاً بنقول أن السبب الأول والرئيسي هو أخطاء التحكم الموسمين على التوالي بس برضو بمنتهى الوضوح وديرسالة اللعاب النادي الأهلي بعد ما الإدارة يعني تحملت غضب جمهوري الأهلي خلال الفترة الأخيرة عشان ايها طبعاً بتعرض للماتشات ويعني النتائج يعني كارثية في نهاية الموسم الماضي بس عشان يريحوكم فإحنا منتظرين من القوام الرئيسي للنادي الأهلي أنه هو بقى ما يفيش حاجة اسمها خسارة موسم التالية على التوالي في الدوري لأي سبب نعم الأهلي نفسه الجلد نفسه على فكرة موسم 2018 2019 وكنا من أسوأ المواسم في تاريخ النادي الأهلي كأداة في الدور الأول لكن رجعنا مع التدعمات اللي عمتها لإدارة في يناير في الموسم ده كان موسم انتقاط تاريخي يعني عملنا ورغم أن الأهلي اتعرض في قرابة 18 نقطة نحن نحن نتكلم في أول 13 مباراة في الموسم ده كان فيه 13 نقطة استعملهم الزمالك فكانت فيه مجاملات فجأة في الطرف الآخر لكن إحنا قدرنا لما اللعيبة شايف أنه لا إحنا لا يوجد أي فرصة نخسر من الموسم ده وطبع أن نعرف ملابسات الموسم ده خارج الملعب يعني كنتعملها كذلك فكان ما كانتش بأس الزمالك فبالظبت فكان فيه ونفسها مش طبيعية وكان فيه حماس وتركيز عند اللعيبة ورغم أن بعض اللعيبة كمان جودتها أقال من الموجودين حاليا كمان لكن رغم كده فوزنا بالمباراة دي وفوزنا بالموسم ده أنا برضو من وجهة نظري أن هناك الإجهاد له دور مهم وجهة نظر دي وخلي بالحق أنا ببقى مقتنع جدا باللي أنا بقوله وجهة نظري في هذا الأمر الإجهاد كان له دور مع التحكيم لكن الإجهاد كان له دور كبير جدا في انخفاض مستوى معظم اللعبين أدرب الحجم المثالي يؤكدونك نظرك 100% مباراة خسرها الناد الأهلي في الموسم ده مباراة الأهلي واسموحة اللي خسرناها 3-2 في المباراة دي نحن روحنا بأكتر من 14 15 أنا وجهة نظري من أحسن المتشاة اللي أتابعهم فعلا الأهلي كان جايج جدا في المتشا بس لم تحتسب وخسر الأهلي في المباراة فإذا فعلا ممكن تكون بقدم كل عليك بس أنت على الأدل بطالت باللعيبة انت قدم أقصى ما لديك لو خسرت بعد كام يعني خلاص هتعمل إيه مش هتحارب الحكام يعني لكن لو فعلا طول الموراء انت مفيش حكام بلد عشان يكون واضحين يعني ومنصفين حط أساس دلوقتي مفيش حكم أو مفيش لجنة حكام هتخسرك ثلاث مواسم متتالية واربعة لأن خلينا نعترف بلواجه بقى أخطاءنا ان احنا مفيش أي مجال لخسارة الموسم الجادة لقدر الله تحت أي سوا